هيا نروح مع حضراتكم بعد كده لأن برضو الخبر الجاي اعتقد خبر كويس وده بيؤكد كلامنا على فكرة هنا التفرة الرياضية وتغيير الثقافة في المجتمع في الفترة الأخيرة وزارة الشباب ورياضة أعلنت عن انطلاق معسكر الأسرة الرياضية ده اسمه انطلاق معسكر يلا كام تحديد هو اسم المعسكر كده ده في سانت كاترين وفي دهب ضمن المعسكرات الرياضية تحت شعار معانا هنخلي الأسرة كلها تمارس الرياضة من خلال مسابقات الرياضية طيب بتنظمها مين بتنظمها الإدارة المركزية للتنمية المسابقات دي هيكون شرط الاشتراك فيها لأول مرة يعني مفروض الأب والأم والأولاد يعني ما ينفعش أب الواحد وأم الوحدها ولاد لوحدهم لا أب وأم أولاد هم تلقوا عن أسرة كاملة الجوائز هتصل لعشر تلاف جنيه كريم في ألعاب القوة وألعاب الرماية والكرت القدم والبيتش بوالي 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 هي الطائرة الشاطئية بالإضافة لتسلق الجبال زي من حضراتكم عارفين متكلم عن ساند كاترين ودهب فأكيد كمان تسلق الجبال هيكون هناك وحيتضمن البرنامج زيارة كمان الأماكن الساحية هناك وكده تالي ممكن نقول المجمل هتكون قدمت وزارة الشباب والرياضة للأسرة نفسها وللشباب فرصة ممكن خلالهم اكتشاف مصر دي ناحية والناحية التانية كمان يعني فكرة هنا الرياضة وتدعمها ويمكن يكون في فرد في الأسرة من خلال المشاركات دي تلاقي عنده موهبة في الرياضة ما محدش بيبقى عارف الأسف الشديد مش كل ناس بيعندها فرصة أن هي تروح أو تثبت أو حد يكتشفها لها الكشفات اللي بتبقى موجودة يعني فأعتقد دي حاجة كويسة بس لازم يشارك فيها عدد كبير يعني مهم كمان كريم أن الحاجات أو المبادرات أو الأكتيفتيز اللي زي دي ما تبقاش محدودة برضو لازم أن هي يعني ناس كتير تشارك فيها أو يتم تعمامها بشكل أكبر في المجتمع فمهم أن احنا نركز عليها كمان تدورنا في الإعلام الرياضي علشان ممكن ناس تكون أصلاً مش وصلة لها ده طبعاً مبدئياً كده كويس قوي أن خطوة زي كده اتخذت يعني فكرة أن يبقى فيه تحفيز للأسرة المصرية بالكامل لممارسة الرياضة بكل انعكاستها الإيجابية الطيبة على الصحة العامة وعلى الحالة المزاجية وعلى التواصل حتى بين أفراد الأسرة الوحدة فكرة أن احنا نكون يعني الرياضة جزء لا يتجزأ من حياتنا دي حاجة في منتهى الأهمية والحقيقة برضو استكمالاً للكلام اللي كانت نهواند بتقوله احنا شفنا في آخر كام سنة في إصرار من القيادة السياسية على أن الشعب ده يلعب رياضة بأي طريقة أن الناس تبتدي تمارس رياضة بشكل ولو بسيط جداً أضعف الإيمان مبادرة ليه علاقة بالدراجات مثلاً وكان فيه تسهيلات كبيرة في الأسعار وفسادات تمن الدراجات تيسيراً على المواطنين وتحفيزاً لهم لما يبتدوا يمارسوا الرياضة طبعاً حاجة جميلة جداً وأعتقد إن شاء الله ممكن نوصل لو فضلنا ماشيين على نفس التراك ده وبنفس الوتيرة دي ممكن تتفاجئ إن الثقافة الرياضية العامة عندنا اتغيرت بشكل ملحوظ طبعاً مع الأجيار الجزيدة ممكن بشكل كبير طبعاً بس كل حاجة تاخد وقت بس لما بتبدأ ممكن تاخد شوية وقت بس هتلاقي الأجيال الجديدة أكتر من الأجيال اللي ظهرت فيها القصة نفسها أو الثقافة نفسها هي اللي بتؤثر عليها يعني صحيح مليون في المية